ليه متفوقين قوي كده في السكواش شوف يا حضرتك هي فيه أمور كتيرة أمور متعددة أنا بعتقد أولها جيناتك احنا عندنا حاجة في الجينات كده زي ما بتقول كده العيب البرازيل الصغير بينطق كرة كلهم كويسين احنا عندنا كل لعيبة السكواش تحقيقة حريفة جدا من جواه مكرين بنتصرف بسرعة في الوقت المزنوق بنعرف نتصرف بشكل غير متوقع في وقت غير متوقع عندنا سرعة عندنا مكر ودهاء عندنا أولياء أمور مركزين بشكل كبير جدا مع أولادهم يستثمروا فيهم وقت وجهد ومال عندنا مدربين على أعلى مستوى في العالم سافروا برأ أوروبا وعاشوا برأ كتير ورجعوا خدوا علمهم وجوم هنا عندنا تواصل أجيال كبيرة يعني أنت العلاعبة قديمة وأبطال العالم من الزمان فحاجات كتيرة حقيقة جنب بعض بيخلوا السكواش المصري متفوق يعني في الحقيقة احنا عندنا أبطال من الجنسين يعني سيدات ورجال محتلين الأرقام الأولى عالميا يعني حتى مش هنقول محليلة عالميا برغم أن اللعبة يمكن تكون مش شعبية أوي في مصر يعني مش معروفة أوي بالذات كمان الفترة الأخيرة يمكن ابتدت تتعارف أكتر مصر خرجت كم بطل وبطلة بقى على مستوى العالم لا كتير احنا عاوزين بقى كتاب لأن انت أنا عاوز أقول له حضرتك بساً حاجة أبطال العالم أول عشر على العالم ولاد فيهم ستة مصريين يعني ورقم واحد على العالم دلوقتي محمد الشرباجي رقم اثنين علي فرج رقم ثلاثة طريق مؤمن رقم خمسة كريم عبد الجواد رقم سابعة نور الشربيني في السيدات رقم سابعة مثلا الشرباجي السيدات نور الشربيني رقم واحد خمس بطلات عالم في آخر ست سنين في آخر ست بطلات خمس بطلات عالم حاجة قوية جدا نوران جهر رقم اثنين على العالم نور الطيب رقم ثلاثة على العالم يعني محتلين تلات مراكز الأولانية سواء بالرجال أو سيدات سم الناشئة ونشأة احنا مقتلين ومتصدرين بطولة العالم الناشئة ونشأة بقى لنا حوالي عشر سنين فالدنيا لا فيه تواصل أجيال الحقيقة واحنا مهمتنا بقى كأجهزة فنية أو كناس فنيين احنا نقعد مصر على هذا المستوى المرتفع أطول فترة ممكنة ان شاء الله